بسم الله الرحمن الرحيم نحن منتسبين معاهد الفنية المتوسطة الجبل الأخضر عندما خرج علينا السيد وزير التعليم الفني والتقني في بيان مصور بث عبر صفحة الوزارة الرسمية مباركا ومهنئا كافة العاملين بالمعاهد الفنية المتوسطة بصرف مرتباتهم وفق قانون رقم أربعة اسوب التعليم قام كافة المنتسبين المعاهد الفنية المتوسطة بفك احتصامهم لنتفاجأ بعدها بعدم صرف مرتبات مكاتب المعاهد التالية بنغازي والجبل الأخضر والمرج ودرنة والواحات والمرزق وزجفرة لشهرين نوفمبر وديسمبر وفق قانون رقم أربعة اسوة بكافة مكاتب المعاهد المتوسطة في ربوع ليبيا وبدون سابق معرفة ولأسباب نجهلها وعليه نعلن الاستمرار في الاحتصام بعد إعطاء فرصة لأبنائنا الطلبة لإجراء امتحانات الدور الثاني حتى يتحقق الآتي واحد توضيح أسباب عدم صرف مرتبات المكاتب السالف ذكرها وفق قانون رقم أربعة عبر بيان صحفي من السيد وزير التعليم الفني والتقني اثنين التأكد على صرف مرتبات شهرين نوفمبر وديسمبر لتلك المكاتب وفق قانون رقم أربعة اسوة بكافة المكاتب وخاصة أن القيمة تم رصدها سابقا ثلاثة الشروع في العمل على صرف علاوة الحصص المتأخرة وعدم المماطلة أربعة نطالب بتسوية الدرجات وصرف فرقات الدرجات المتأخرة وكذلك صرف علاوة المدير ونائب المدير ورؤساء الاقسام خمسة نطالب النائب العام والمحامي العام والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بالتحقيق في أسباب ذلك والله هو ولي التوثيق متسبي من العاهد فنية المتوسطة الجبل الأخضر تاريخ 16-01-2022 22-01 لا تاريخ 8-02 33-01 ثقان معنى اشتركوا في القناة